أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة سالح جوجيل رئيس مجلس الأمة بيانا هذا نصه إن مكتب مجلس الأمة برئاسة سيد سالح جوجيل رئيس مجلس الأمة يعرب عن مطلق رفضه واستهجانه لسقوط المتكرر لمؤسسة البرلمان الأوروبي الذي أطلت علينا اليوم دون ما خجل ببيان مبتور فيه مغالطات فضيعة متكئة ومتلفعة بمبادئ القانون الدولي وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلا غطاء والمبادئ الأخلاقية إلا ذريعة ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلا متواترا مردودا عليه وتماديا في التدخل في شؤون الداخلية للدولة السيدة وتكالبوندفين تحركه أيدي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة التي تكاد تنزع عنها أي مصداقية لدى شرفاء العالم لقد أضحى البرلمان الأوروبي مؤسسة اعتادة الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى يطالب بالحرية ويمنأ الاستبداد يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال مرتكزا على غلاط مراكبة قانونيا وسياسيا وديبلوماسيا وأخلاقيا كان هذا إذن جزء من البيانة الذي أصدره مكتب مجلس الأمة بالسقوط المتكرر لمؤسسة البرلمان الأوروبي ترجمة نانسي قنقر